بسم الله الرحمن الرحيم. طيب احنا كده فوق اتكلمنا عن وازاي افكر في ازاي ارسب استفادة على سطح كزا حاجة تانية لو انا اتعلم تحضر لو اتعلم تحضر تعلم تحضر تعلم تحضر كربون تعلم تحضر كزا حاجة ازاي ارسب الفضة على سطحه. انتفقنا? انا ده من دون الحاجات اللي بتديني افكار وبتديني اه يعني اه اقرأ ابحاث وتعلم وافهم علشان يبقى عندي كتير في المعمل وانا بحضر عشان انوع الرسالة بتاعتي اناوع العينات بتاعتي كل مجموعة افكار ممكن تطلع لبحث. مش عيب ان انت في المجلستير ترى 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 اربع ابحاث. ايه مخص الله بامكانات بسيطة احنا كل ده منشتعل على الامكانات بسيطة. ترى 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 اربع ابحاث بإذن الله ربنا يصلك امرك تساعدك مسلا في منح. تت الدكتورة مسلا تحضر كزا بحث حيث ان شاء الله ربنا يكرمك مسلا في تعيين بعد كده ولا حاجة. كده يعني. اه وكنا اتكلمنا في فيديو من شوية عن التعقيب على حيثة الاكستراكت. الزملاء اللي قالوا الاكستراكت بيمكن بمية ممكن يبوز او ممكن تبقى في مشكلة فاحنا اتكلمنا ازاي ازاي انا كل يهمني ازاي انا نحافظ على الاكستراكت فترة طويلة. فاتكلمنا عنه في فيديو اللي فات. الفيديو ده بقى عايزني نتكلم على هو انا حضر فضة بس. يعني ما ينفعش احضر السكة دي غير فضة بس. الاجابة لأ. الفضة دي مثال على متلز. لكن احنا ممكن نحضر متلز كتير جدا بنفس الطريقة. في الاخر انا عندي ملح معين. هحط عليه مستخلص نباتات. المستخلص النباتات ده هيبعد الملح ده كده هيكسره خالص. وياخد المتل بتاعي ويحافظ لي عليه. فزي ما السلفر نيتريت يعني ملح الفضة. حطيت عليه مستخلص نباتات. بعد هو عنه النيتريت واخد الفضة وجمعها وخليها سلفر نانو بارتكالز. يعني كور كده من الفضة. فضة صفية. فضة بس. آآ صفية نفس الفكرة. لو انا بدأت مثلا بملح حديد. مثلا. وحطيت عليه مستخلص نباتات. حيطلع لي ايران بس. كور ايران نانو بارتكالز. بيسموها دايما في الابحاث زيرو فيلانت ايران. نانو بارتكالز. فاني مضمت حالاتها مشهورة جدا. احنا لو شفنا مثلا بحثة زي كده. هنلاقي ان طريقة التحديف سهل خالص. يعني لما تيجي تقراها. هتلاقي ان هي نفس الفكرة برزبط. مالح برضو حديد. فر الكولورايد مسلا. بيحضره في محلول. وبيحضر محلول من اكستراكت نباتات معين ويضيفه عليه. بس في مشكلة صغيرة. الحديد من اكتر حاجات اللي بتتاكسد. فلو حضرت عليه نباتات على طول. في الاغلب العام حتى مع شوية الاكسوجين اللي في الماء. الاكسوجين اللي في الماء العادية. او مع الاكسوجين اللي في الهواء في العينات ممكن يتاكسد. ويتحول من ودي حاجة مش كويسة. فالحديد من اكتر حاجات الرقمة اول واحد يتعامل معيها. انا حتى كنت بحاول اهرب منه دايما. انا حيبش احضاره. لان بخفى ان اكساته. ففي الاغلب العامة في العبحاث هتلاقيهم بيحطوا حوالين الحديد مواد تحميه اكتر. اكتر حتى من النباتات. فمسلا تلاقي في البحث ده بيحاطت مثلا ايه بولي باينال الالكوحول. او حاطت شيتوزين. بيحطوا بعض المواد تحمي الحديد. فلما تقرى عن طرق تحديد بمستخلص نباتات. بالاغلب لانها محتاجة حاجة زي كده. هتخلي بالك دايما او خلي عينك دايما ان هو ممكن يكون حتى حطتو حاجة وما قلقش. في بعض نباتات ممكن تحميه كويس وبعض نباتات مدارش تحميه. فبيحوطوها من مواد معينة. انا اشهر حاجة شفتها البي في ايه 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 اصلا? وفعلا الشيتوزين. في كزا حاجة تانية. فخلي بالك من النقطة لزي كده. لما تقرز له فيه انت ايرون مشهور جدا جدا اللي عايز يحضره يعني. تمام? طيب هو هنا في البحثة برضو من ضمن المميزات ان هو كان احطط صورة للعينيات. يعني دي صورة ملح الحديد اللي هو كان ما حضره. دي صورة المستخلص اللي هو كان عامله. ودي صورة الحديد ده بعد ما طالع. ده ملح الحديد. ده مستخلص النباتات. ده جزيئات الحديد النانومترية. او خلاص. فده طبعا يمكن الصورة مش مش تيلة قوي. في بعض يعني مش. دي بقى صورة من بحث تاني اوضح بكتير. ادي ملح الحديد اهو. ادي مستخلص نباتات اهوت. ودي الحديد. هو لون واسفل طبعا الحديد لما تكون. خلاص. اه غالبا هم حاطين عليه حاجة عشان يحافظوا عليه كده. بس انه بصراحة ما عاليتش البحث بالتفصيل بتاعه وعملينه ازاي. اه هو لسه رجع العينة قبل ما يصورها. ساعات منكم بيرسب. فهو برضو ايه يعني غالبا برضو محاكم عليه حاجات عشان تحافظ على الحديد سواء عشان متأكستش او تحافظ عليش ان يفضل معلق كده في المحلول عشان ما يرسبش التحت يعني. لكن دي فكرة من طالب بساطة فانت هي النظرية من الصور دي تقدر برضو بإذن الله ربنا يصل لك امرك تقدر تحضر مسلا ملح الحديد وترخيص جدا يعني فيش ارخص من املاح الحديد تحط عليه مستخلص نباتات زي ما اتفقنا ممكن مستخلص شاي زي ما اتفقنا. شوية شاي بس على البارد بقى. يعني مش هزين الحديد يتأكست خالص. في ناس بتحب كمان الملح الحديد ده الماء اللي هم تحضر فيها. بتدخل فيها شوية نيتروجين عشان تطرد ايه اكسوجين منه. بس زي ما اتفقنا حتى لو ما عندكش نيتروجين في المعمل. استوالت مثلا نيتروجين او كده في المعمل. ممكن ايه تقرأ بحيث كويس تتأكد تشوف ايه المادة اللي ممكن تضيفها علشان تحوط على الحديد وتحافز عليه من الاكسادة. اه تقلد مثلا ايه بحث شغال كويس يعني. اه ده مستخلص نباتات زي ما اتفقنا. وده ايه الحديد اللي تكون. برضو اه الميكانيزم هنا انا عايز اكبر برضو متخيل الميكانيزم. هم هنا اهو ادي مستخلص نباتات ادي ملح الحديد مثلا لما بيحط ده على ده بيبتدي يتكون الزيرو فيل انت ايرون. بيبتدي الحديد يتكون. الحديد بيتكون على شكل الكورة زي كده تحت الميكروسكوب هتلاقي كورة اللي هي الايرون نانو فارتكال. والنباتات محوطها من كل حيطة. مستخلص النباتات محوطه كده قافل حوالي منه من كل حيطة. زي ما انت شفته في الفضة بالزبط. اللي قولناه في الفضة هو هو في الحديد. بعد كده هو بيستخدمه في اي تطبيع احنا زي ما ادفعنا احنا ايه دلوقتي مركزش على التطبيعات يعني. لكن يهمنا حاجة زي كده. طيب. ده كده الحديد. زي ما قلت لك اللي قولناه في الحديد بنقوله. اللي قولناه في الفضة بنقوله في الحديد. اللي قولناه في الفضة وفي الحديد بنقوله على اي متل تاني. انت ممكن اغلب النسبة بتحضر او بتتعلم او بتتدرب في الفضة وفي الايرون. فيه ممكن احضر زينك نانو فارتكالز. خلي بالك مش زينك اوكسايد نانو فارتكالز. زينك اوكسايد ده رمز زد ده اوكسيد الزينك. تمنى اشدقى في الوقت خالص. احنا كلش ولينا في المتال. ممكن نحضر زينك بس زينك نانو فارتكالز. زي ايران نانو فارتكالز. زي ما ف اي نانو فارتكالز في زد انو فارتكالز. فممكن لما تكتب على سيرش على جوجل مسكولر تلاقي حاجات زي كده. اكتب زينك نانو فارتكالز ما بين علامتين تنصيص عشان يدهولك على الزينك نانو فارتكالز ككلمة واحدة. كجملة زي ما هي كده. زي ما انت شايف كده هو في البحث طالع لو شلت علامة تنصيص دول حيتولك عزينك اوكسايد لان هو دور على كلمة زينك وكلمة اوكسايد ظهرت معا في النص مش مهم. ولازم تقفل علامات التنصيص زي كده. وعلينا قفلت كلمة هيت وانا شلت له زينك اوكسايد. فقالت له علامة تنصيص زينك اوكسايد. شلي كلمة زينك اوكسايد ما تطلع ليش كلمة زينك اوكسايد خلص في الابحاث. فبيطلع حاجات زي كده هو. تلاقي ابحاث بتحضر زينك من مستهارة مستخلص زهرت كذا كذا كذا. ممكن نيكل نانو بارتكالز. نيكل نانو بارتكالز. نفس الفكرة برضو نفس كلمات السيرش هتلاقي برضو اهي ازاي نحضر نيكل نانو بارتكالز بطرق مختلفة عشان نستخدمها في اي حاجة بقى. الفكرة واحدة في الاخر. احنا بنحط ملح من المتال. ملح من النيكل. ملح من الزينك. ملح من النحاس. ملح من الحديد. ملح من الفضة. ملح من اي واحد من دول. النماتيات هتخش تقوم بدورها. هي هتقوم داخلها. فككة الملح ده خالص هتاخد الميتال منه. الميتال ايونز دي هتقوم جمعها كده على بعد وتعمل لك النيناو بارتكالز. هتعمل لك الكرة من النيناو بارتكالز. تحت الميكروسكوب هتشوف ها دوائر. طلع لك النيناو بارتكالز اللي انت عايزها وهي هتحوطه لك وتقفل عليه. ده اللي بيحصل. فانتستر تحضر الحاجات دي كلها. زي ما شايف انه محدش بيشتغل عليه كتير. ولوطة اطبيقات ممكن تبص عليها. النيكل الاقل واقل محدش بيشتغل عليه كتير. الكوبلت محدش بيشتغل عليه كتير. النحاس محدش بيشتغل عليه كتير. فدي من ضمن التريكات اللي بتقوم معنا. اللي تعلم يحضر حديد خصوصا زي ما قلت لك الحديد صعب شوية في اكساته. يقدر يحضر كزا حاجات تانية. في حاجات برضو بس اكسات بسرعة وفي حاجات لها كزا في حاجات ما بتزبطش بالساهل. بس كل دي افكار. احنا كل دي قاعدين من دردش مع بعض في افكار. انا مش كل الحاجات دي حضرتها بأيدي. بس انا لو واقف في المعمل هجرب الحاجات دي. لان انا الموضوع برا عن ايه? علبة شاي جمع مني واستخلصها بشوية كحول نضيف او اسفتون نضيف. وخلي عندي المستخلص مثلا. وعندي املاح. املاح عندنا. مش ممكن تكون اشتغل في معمل كم ينفوش املاح. ملح هديد ملح كوبلت ملح حاجات زي كده. كل حاجات دي افكار الزينك حاجة تانية. فانت اكسيد الزينك ممكن نحضرها وحناتكلم عنه ان شاء الله في البداية اللي جاية. ده زينك اوكسايد. خلاص بقى معاك بودرة من زينك اوكسايد زي ما حقولك ان شاء الله نتكلم ونحضرها ازاي. عايتين بقى زينك على سطحه. فزي ما قلت لك هنحط زينك اوكسايد الاول لان نحطه مع المية. ونحط معها ملح زينك. زينك نايتريت مثلا او زينك اوكولورايد. ونضغوبهم كويس وبقى نحط عليهم النباتات. مستخلص النباتات او مستخلص الشاي. وبعد كده نقليهم كويس وصيبهم مثلا 24 ساعة. وبعد كده نطلقهم. نجففهم وناخدهم. كده احنا اتكون ايه? اتكون زينك حوالي منه نباتات والنباتات مغايتطية كمان الزينك اوكسايد. فبقى اتخلطة كده من الزينك اوكسايد بيحبوا ايسوا الحاجات دي وهكذا. الكوبلت النيكل النحاس زي ما قلتلك. المنجنيز الماغنيسيوم الحاجات دي انا متعالي. بس المنجنيز انا اظن صعب عشان عشان بتاعته. بس نحاول يعني متعالي ممكن ايه? نحاول نحاول معايا. اتفقنا? طيب. سريعا عشان برضو ما نتقولش في الفيديو. اللي قلناه على الفضة والحديد والنحاس والنيكل والكوبلت نقوله على البي متالك نانو بارتكال. البي متالك يعني مزدوجة الفلزات. يعني ايه مزدوجة الفلزات? يعني بنتها البساطة. هو انا لو اتعلم تحضر حديد بس. وتعلم تحضر نحاس بس. ليه ما حطش ملح حديد وملح نحاس اللي اتنين مع بعض? واحط عليهم نباتات. النباتات هتقفل اللي اتنين مع بعض. وتطلع لي ايران كبر نانو بارتكالز. الحديد والنحاس مع بعض. ممكن هما الاتنين في كرة واحدة. وممكن ده في كور وده في كور. على حسب ما هنشوف على التم وعلى حسب ما هنتعلم وعلى حسب هندور ونقرأ ونجرب. لكن انا اقصد ان انا في الاخر ايه? ان انا محضر بودرة في الاخر. عبارة عن ايران نانو بارتكالز وكبر نانو بارتكالز. او ايران وكبر مع بعض نانو بارتكالز. الاتنين مسكين في كور واحدة. مع بعض. او ده الواحد وده الواحد. واحدة هيقول لي طبعا كان اسهل احضر الحديد لوحدة. وان حديد واحدة واخلطته مع بعض. قلتلك ماشي عندك حق. بس لما بتحضر الاتنين مع بعض في ساعتها ممكن يكون لهم خصائص مختلفة. عن انك تحضر ده الواحد وده الواحدة. ليه? لان الكرة اللي طالعة محوطانها النباتات. الكرة اللي طالعة ممكن تكون فيها حديد مع نحاس. الاتنين جنب بعض مسكين جوه بعض. فترابط الاتنين جوه بعض وحوالي منهم النبات ممكن يديهم خصائص مختلفة شوية. عن انك تحضر ده الواحد وده الواحدة. مين يقول? الابحاس. انت تقول بقى. انت تحضر بحس تجيب حديد لوحده. نحاس لوحده. تحضر الاتنين مع بعض. وعين تجربه في التطبيقات وتقول لنا هل كان في فرق? وبهنقق اصد وهنين تعمل عينة كمان تخلط الحديد مع النحاس. انت بايديك برا. وقت ما حضرتهم. يبقى تاني. انا هجيب بحس اعمل فيه حديد بس. ونحاس بس. واخلط النحاس على بعض. واعمل عينة كمان فيها الحديد والنحاس مع بعض. وحضرهم هم الاتنين في نفس الوقت. مع بعض. يبقى ايرن ايرن ونحاس مع بعض. كده انا عندي اربع عينات. حديد لوحده. نحاس لوحده. حديده ونحاس انا خلطهم على بعض بايدي برا. وحديده ونحاس انا محضرهم مع بعض في النباتات جوه المحلول بتاعي. كده انا عندي اربع عينات. واجرب اشوف. لو خلطهم مع بعض زي ما حضرت الاتنين في نفس الوقت ما اوضل. لأ. فمن ضمن الطرق اللي ممكن تطور عليها كلمة باي متالك نانو بورتيكات. وتعملهم بين علامة تنصيص وبين تحط كلمة. هتلاقي بقى الباي متالك عليه ريفيوات كتير جدا. هتلاقي بقى الناس بتحضر كزا حاجة باي متالك. طبعا من اشهر الحاجات هي الفضة مع الذهب. او مش عارف مثلا الدهب والباليديوم والبلاتين والمش عارف والدهب والحاجات دي. احنا مناش دعو بالناس دي بقى دلوقتي خالص احنا دوقت كنا منتكلم عن الفضة كمثال. احنا ناس غلابة مع الفضة والها بتاع احنا بس ايه عايزين بس يعني نطلع عبحاث وكده فمناش دعو حتى بالفضة يعني. لكن هتلاقي كزا باي متالك تانية. ساعات انا برضو متعاوضش هنهرب من حتة الدهب والفضة والكلام ده. اكتب باي متالك برضو اكتب ايرن واكتب كبر. انا بقى احدد له الحديد واكتب له النحاس. عشان ادور على العبحاث زي كده وسط الكلام. انه يكون متكلم على النحاس والكبر. اكتب له مثلا مرة ايرن ونيكل. اهو مسلا انا اكتب مسلا ايرن ونيكل اهو فيطلع لي اهو واحد محضر ايرن على نيكل. باستخدامه هم استخلص نباتات ومش عارف ايه. شو لحلو اقرى بحث زي كده اتعلم. اشوف عمل ايه? عمل ملح حديد وملح نيكل. طلعهم مع بعض. طب صور التمج تتعامل ازاي? طب صور رسومات الاكسر دي شكلها يعمل ازاي? طب بيعمل بيه ايه? التطبيق. وهكذا. دي اسئلة كويسة تخليني اقعوا تقرأ الابحصة انا مستمتع. فانا فهمت الفكرة. انا فهمت الحديد اللي هتو بحضر ازاي? النيكل اللي هتو بحضر ازاي? طب انا احط الحديد والنيكل مع بعض عشان يطلع لي حاجة زي كده. باي متالك. مزدوجة الفلزات مع بعض. ممكن اكتب كبر ونيكل مش هزم حديد خالص. يعني اهرب من الحديد خالص وقت ادي اهو. كبر ونيكل اهو. في واحد محضر كبر مع فضة. وكبر مع نيكل. ومجرب اللي اتنين ومستخدمهم في تطبيقات بغض النصر على التطبيقات زي مدفع. فكل دي افكار كويسة. اللي طلعنا خطوة بعد كده كمان. معيش بها ايه? احنا هيقربنا نقفل بس يعني اه خطوة كمان بعد كده. التراي متالك. سلاسية الفلزات. انا احضر حديد مع مثلا نيكل مع كوبلت. حديد مع نيكل مع نحاس. واجربهم في التطبيقات المختلفة. ما هون ناس بتحضر حديد ونحاس. ما حطي معهم ميكلة انا بنسى مختلفة واجرب. واشوف. ما يمكن انيك اللي يحسن الموضوع. الناس بتحضر. ما هنجرب. ما هي اللعبة بتبسيطة خالص. ثلاثة املاح. وبرصبهم مع بعض بمستخلص نباتات. مستخلص شاي. فهي سهلة لعملية. مش صعبة. الحيث هيبات بس هتتزبط مظبوط وطلع. فانا لما تيجي تدور زي كده. اغلب الشغل زي ما بتلك على الفضة والدهب والحاجات دي. فانا بدأت اعمل ماينس ايو. يعني شلي النتائج اللي فيها كلمة جولد. ماينس بلاتينة. مش اللي النتائج اللي فيها بلاتينة. احنا ماناش ضعب الكلام ده. فتطلع لها هيش وقت ابحث بسيطة خالص. واغلبة الفين اتنين وعشرين. لسه الشغل جديد. ده. الناس تعبوا جدا في الفضة وفي الحديد وفي الحاجات دي. لسه قليل قوي ما تلاقي حد بيحضر ثلاث فلزات مع بعض لانها صعبة. تقيلة. محتاجة شغل. محتاجة تفكير في المعمل ومحتاجة ومحتاجة ومحتاجة. فهو انا لقيت ناس مثلا ما حدرها حديد وكوبلت وكبر. ناس ما حدرها نيكل وكروميوم وكبر. طب ما ناس بتوع السمية يقدروا يشتغلوا على الكلام ده. الناس اللي بيسوا انتيوباكتيريا ما يقدروا يشتغلوا على الكلام ده. طب ما تحضر التلاتة دولة على سطح زينكوكسايد. حدرهم على سطح كربون لما نتكلم ونحضر الكربون ازاي. حدرهم على سطح حاجة. بعد كده. حدرهم على سطح قماش. حدرهم على سطح وكذا ويدرس ونشوف. يعني يعني كل دي افكار في المعامل ممكن تساعدك ان انت تطلع شغل. برضو بدأت دور وانا كتبت له بقى ايرون وكوبلت ونيكل وكبر. عايز ادور اكتر. بكتب له عناصر اكتر عشان يسعيدني. لقيت اهو حد محضر الكبر مع الكوبلت مع النيكل. مدير الحديد خالص. يعني هنا كان في حديد وكوبلت وكبر. هنا في نيكل وكروميوم وكبر. هنا في ناس شغالة على الكبر والكوبلت والنيكل. كويس انا ممكن اشتغل كذا حاجة تانية. الكروميوم حتى حلو. ممكن نجارة نحضر عينا الكروميوم لوحده. كروميوم مع نحاس. نحاس لوحده. وكروميوم مع نحاس بكذا نسبة. ادي افكار. تحضر نيكل مع كروميوم مع نحاس. والنيكل بكذا نسبة. الكروميوم بكذا نسبة. النحاس بكذا نسبة. اشوف الناس بتعمل ايه وقدر من الموضوع ربنا تكرمك مثلا وفي سنة مثلا تاني سنة في الدكتوراه مش يتمعيك العملية ودرس تتحضر. ما تحضر الربعة مع بعض. حديد وكوبلت ونيكل ونحاس. وبنسب بقى مختلفة وغيرهم بنسب. بس لازم بقى تعمل جدوى كده دراسة. ان انت تشوف بقى ده نسبته كام ده نسبته كام. فيه طرق احصائية كده بيستخدمها اسمها وحاجات زي كده. طرق احصائية بقى ايه لما تكون العملية كبيرة بقى زي كده او وسعت شوية. لكن بتتعمل. فيه ناس بتعمل ايه بت يعني ليه هكذا طريقة. مش هنخش دوتي في تصميم الابحاث. لكن الفكرة الواحدة ايه. الفكرة ان انا احضر الربعة مع بعض. اجرب المنجنيز. اجرب الكروميوم مع الكوبة. وهكذا نجرب ونشوف. ممكن حاجات تشتغل معنا. حاجات ما تشتغلش. ولما تعود مع دكتور يقول لك اه على فكرة فعلا المفروض ما تشتغلش عشان كذا عشان كذا عشان كذا. بقى دينا بنجرب ونتعلم. احنا بس مساكنا التراك. مساكنا الطرف الخيط. وماشيين بقى وراه. ده اللي يهمني. اللي قلناه على كل دول يتحط لما تعمل له آآ يعني انا لما حضر حديد مع انحاس. احطه على سطح زين كوكسات زي ما قلت لك. احطه على سطح بوليمر. احطه على سطح اقامشة. احطه جوه بوليمر. واه كذا من البوليمرات الكتير جدا اللي موجودة. واه كذا. كل دي تجارب. ممكن فيه بوليمرات زي ما قلت لك الناس بيستخدموها لمختلف التطبيقات. احط جوه منها ايران وانحاس ونيكل. كده تركيبة سلاسية هي تراي متالك جوه بوليمر. خلاص حاجات مستخالص. يعني حضر البوليمر وحط عليه ثلاث املاح ووديها شوية مستخلص شيء وتقلب كله دي مع بعض وتجالها تاني يوم. تلاقي ثلاث املاح مترسبين جوه بوليمر. ونباتاته بتاعه سالفول. بقت اللي بقت تلاتة متالز الوقت يبقى جوه البوليمر. وتقيس. وتشتغل تطبيقاتك لو انت اشتغل كاتاليسة لو انت اشتغل معالجة مية. فيه ناس مثلا انت تحضر تلاتة متالز زي كودة وتشتغل وستووتر تريتمنت. تجيب لك مثلا ايه? نشارة خشب. يجيب لك مش عارف كسر سراميك بودرة. يجيب لك مش عارف بودرة رخامبين ولا حاجات زي كده. يجيب لك مش عارف اي حاجة. كله شغال اكتيفيتد كاربون. يجيبوها ويرصب عليها زيرو فيلنت ايرن. يرصب ايرن مع انحاس. يرصب ايرن مع انحاس مع مش عارف مع انيكل. ويشيل بيه مش عارف ايمن الماء. اوها كزا. في عاجات كتير بتستخدم زي كده يعني. تمام? في من ضمن التريكات اللي شفتها. ودي برضو مش كتير الناس بتشتغلها ومش كتير بياخدوا ولهم منها. انك ممكن بترقية الترسيب البسيطة دية تغير مورفولوجي كمان. يعني مش شرط يطلعوا يكور على فكرة. ممكن تحط مالح مثلا زي مالح الفضة. مع مستخلص نباتات. وتعمل تريكاية صغيرة. تبتدي يتغير لك شكل الفضة. وده ما تطلع الفضة على شكل كور تطلع على شكل رودز. نانو رودز. مثلا. من ضمن التريكات المشهورة المايكرويف. فيه ناس بيعملوا ايه? بيهو في المعمل عندهم بيجمعوا من بعد ويشتروا كيتشن مايكرويف. بيشتروا جهاز المايكرويف اللي في البيوت ده. الفرن المايكرويف. بس بيشتروا للمعمل. ويحطوا للمعمل علشان لو حطوا فيك المويات ولا كده يبقى ده حاجة بعيدة عن الاكل يعني. ومش جايبينه عشان ياكله. جايبينه عشان يشتخدموه في المعمل عندهم. ليه? لان مثلا بحسة زي كده يقولك ايه? يقولك انا حطيت قدي مستخلصة هون من اللايم فروت اظنوا هو يقصد اللمون يعني. مستخلص لمون. وخفيفه بطريقة معينة. وبعدين حطوا على ملح فضة سلفر نيتريت. وبعدين قلبهم مع بعض كويس. وبعدين بيقولك ايه? دخلتهم في دوميستك مايكرويف يعني دوميستك يعني منزلي. كيتشن مايكرويف اللي عادي خالص. دخلتهم لمدة ستين ثانية. عند ميت واط. وبعدين سابهم بقى يتكونوا وبتاعه واني جففهم وعمل كل الخطوات التانية. اهو بتاعت ماكروسكوب السم شايفهم رود. ففرن المايكرويف في وجود النباتات ساعات بيساعد الفضة ان يتشكل بشكل معين. فيها بحيث فعلا قلت كده. وفيها بحيث تانية تقولك لا انا جربت موضوع مايكرويف وانفعشها معي. فيها بحيث تقولك لو لو قسيت قوي بالمايكرويف ممكن يتأكسد منك الفضة. ما خلي بالك اعنا مش عايزين الفضة يخش عليها اكسوجين فمش عايزينها تسخن جامد. فهو ممكن يجرب الستين ثانية دول لمدة ميت واط. وبعدين مسلا ايه ساعتين ويجرب ستين ثانية كمان. وبعدين ساعتين يجرب ستين ثانية كمان. فيه ناس بتفضل تشغلها ورا الموضوع ده. بس طبعا لازم يكون جانبه ايه? لازم يكون جانبه آآ ميكروسكوب عشان يقدر يصور. خصوان التم كمان. يعني احسن من الصورة دي كان يصور تم كمان. فلو جانبك ميكروسكوب تم ومش غالي يعني سهل ان انت مسلا المشرف بتاعك عنده مسلا اكسس عليه يقدر يخش يصور او كده من عليه. ممكن تجربوا الحاجة زي 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 زي. تخيل انت فرن في المعمل عندك وشوية آآ مستخلص نباتات ده. مستخلص لمون. وشوية او شاي ولا اي حاجة. وملح فضة او ملح عديد او ملح نحاس وزر تطلع اشكال مختلفة منه. حاجة ممتازة. فكر جديد وبحثة قوي ان شاء الله يتنشر وحتلق ناس كتير جدا تستخدمه وراك لان انت ايه ساعتهم تغير اشكال. طب تخيل لو واحد حضر سيلفر نانو رودز زي كده على سطح ممتازة. حضرها على سطح كاربون. على سطح قماش. على سطح مش عارف آآ المناديل والحاجات اللي كنا نعملها قبل كده في الفيديوهات اللي فاتت دي. كل ده ممتاز جدا. خلي بالك ان موضوع تغيير الشكل ده حاجة جديدة. يعني انا شفت هوبوكت شافتر مثلا النازل ازاي بيتحكمه في تغيير الشكل بتاع المتالك نانو كريستلز. الفضة والحديد والحاجات دي كلها آآ وهي بتتحضر. طبعا في ناس بتشتغل على الهيدروسيرمل. الهيدروسيرمل طريقة لسه مش هنتكلم عنها من نيب محتاجة بعض الامكانيات وكده. بس ممكن حاجة ازا كده تساعدنا تفتح لنا وجهة نظرنا. تشوف. في ناس مع المايكرويف بيحطوا شوية اضافات جديدة. مع مستغرس النباتات. شوية اضافات بتساعد في تغيير الشكل. هنتكلم انشاء الله عن اضافات دي برضو ايه كمان شوية انشاء الله في الفيديوهات اللي جاية. لكن عايز اقول لك ان الموضوع فيه تركات كتير. وفي في حاجات كتير جدا لسه ما تعملتش. يعني فيها فن كتير. وفيها شغل كتير. وفيها راية وفيها علم. وفيها تجارة كتير جدا فيما ما تقدر تعملها. فأتمنى يعني ارجو الله عز وجل انك تكون ايه. يعني فتحت زهنك وديت لك نوع من انواع الاحساس من ان الدنيا واسعة ولسه فيها شغل كتير ممكن يتعمل. وانك تقدر تقرأ منه. حتى لو اسه ما مسجلتش ولا كده تقدر تقرأ عن حاجات جدا. وتمسك ترك معين وتجري وراه. تمسك ترك ده وتجري وراه. تمسك العينة دي وتجري وراه. واكذا يعني. وان دنيا التحضير كبيرة قوي زي ما انت شايف. نكمل ان شاء الله الفيديوات اللي جاية مع بعض. شكرا.